وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد التقى مسامس بعدد من أفراد الجالية التونسية في البحرين حيث أشار إلى ارتياحه وسعادته بالتسهيلات التي تقدمها البحرين للجالية التونسية وحثهم على الاستمرار في نقل الصورة الإيجابية لتونس وقد أكد سيادته على عمق العلاقات الثنائية بين الجمهورية التونسية ومملكة البحرين معربا عن سعادته بزيارة البحرين ولقاء صاحب الجلالة ملك البلاد المفدة وبحثهما سبل تعزيز التعاون بين البلدين فيما يعود بالنفع على الجانبين وآخر المستجدات الإقليمية والعربية وثمن رئيس التونسي ما تحمله مملكة البحرين من قيم إنسانية تتمثل في الانفتاح على الثقافات المختلفة والتعايش بين جميع مكونات المجتمع الأمر الذي يعكس الصورة المشرقة للبحرين بوصفها دولة عربية عملت على تحقيق واحترام حقوق الإنسان والأفراد وسهمت في تمكين المرأة في المجتمع وقال الرئيس التونسي إن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزا في العلاقات الثنائية بين تونس والبحرين من خلال تكثيف التعاون بين البلدين لا سيما مع وجود القاعدة السليمة وتاريخ العلاقات الثنائية الذي يمتد من عهد الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة طيب الله ثرى ترجمة نانسي قنقر